السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة توجيهات الرئيس السيسي وبيان عاجل من الحكومة لأصحاب المعاشات تعالوا نتعرف على التفاصيل الكاملة توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة حكومة مصطفى مدبولي بفضل تشابكات مع أصحاب المعاشات وقرارات وزارة المالية بشأن أصحاب المعاشات هنتعرف عليها بس ياريت عمل لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة لمن لم يشترك وتفعيل الجرس بالضغط على كلمة كل ليصلكم إشعارات جديدة بكل ما هو جديد الأحباب الكرام أكد وزير المالية أنه منذ صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بفضل التشابكات المالية مع المعاشات فإن وزارة المالية بتقوم بسداد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات للهيئة القومية للتأمنات الاجتماعية رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة تأثيرا بتداعيات الأزمات والأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية موضحا أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 913.2 مليار جنيه خلال 6 سنوات حتى نهاية يونيو 2024 للهيئة القومية للمعاشات وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل تريليون 117.4 مليار جنيه للمعاشات خلال 6 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر 2019 وحتى نهاية العام المالي الجديد 2024-2025 أنا عايز أوضح لحضراتكم يا جماعة المبلغ اللي تم تحويله حتى الآن تريليون 117.4 مليار طبعا المبلغ الأساسية للأصحاب المعاشات اللي هي موجودة لدى الخزانة العامة للحكومة عبارة عن 46 تريليون 478.9 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية شوفوا بقى 46 تريليون ويعتبر 46 تريليون ونص اتصرف منهم حتى هذا العام أو وصل للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عبارة عن تريليون 117.4 مليار عايزين نوضح أن التأمينات الاجتماعية والمعاشات عندها الكثير والكثير أموالها كثيرة جدا جدا صالحة أن هي تغطي كل زيادة زيادة المعاشات وتغطي رفع الحد الأدنى للمعاشات أيضا وتغطي صرف العلاوات الخامس كل ده تستطيع أن تغطي هذه الالتزامات من أموالها أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات طيب نرد الموضوعنا تاني المالية بتقول أن بتوفر التزاماتها لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات وطبعا الوزير بأشار أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لسداد التزامات الخزانة للمعاشات هذا العام وده برضو مبشر لأن يكون في رفع الحد الأدنى وزي ما قلنا مساويا للحد الأدنى للموظفين وبيتغير بأيضا كل عام وأيضا هنا زيادة المعاشات بما يتناسب مع ارتفاع التضخم السنوي والوزير أكد أن الحكومة ملتزمة بتحويل المبالغ المالية المقررة للمعاشات بقانون التأمينات الاجتماعية وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 46 تريليون و478.9 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وده هيكون بحلول 2050 طبعا مبالغ كبيرة جدا بنطالب هنا برافع الحد الأدنى مش ستة لاف وفقط لا ده يتناسب مع التضخم والزيادة السنوي بنطالب أيضا برفع المعاشات أو بزيادة أيضا منطالب بزيادة المعاشات لما يتناسب مع ارتفاع التضخم وزيادة التضخم حتى نحس أنه في زيادة مع وجود ارتفاع يعني مع وجود ارتفاع في الأسعار لأن ارتفاع الأسعار بيؤدي إلى أن أي زيادة محدش يحس به لكن لو ما فيش ارتفاع أسعار وفي زيادة هنحس بالزيادة ديات عندها كان بيان من وزارة المالية بشأن أموال المعاشات وبشأن توجيهات السيد الرئيس الجمهورية بضرورة سداد مستحقات دعم المعاشات تنفيذا لاتفاق فض التشابكات كان هذا خبرنا العاجل انتظرونا مع أخبار أخرى هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته